اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على مواصلة تطوير القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين وتعزيز عمل مؤسساته لاستمرار تحقيق النجاحات المتوالية لهذا القطاع الذي أسهم بدوره الفاعل في تأكيد مكانة البحرين كبيئة حاضنة وآمنة للأعمال والاستثمار وفق تشريعات راسخة ومتطورة لهذا القطاع الحيوي الاقتصادي جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم سعدت الدكتور عبدالله بن حسن العبد القادر رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي وأعضاء مجلس الإدارة بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعدت السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي حيث نوه سموه بأعمال بنك الخليج الدولي وتطوير خدماته انطلاقا من مملكة البحرين وأشار سموه إلى ما حققه بنك الخليج الدولي من خلال مسيرته من ابتكار العديد من الخدمات وتنويع أدواته منوه سموه في هذا الصدد إلى مواكبة مؤسسات القطاع المالي والمصرفي العاملة في مملكة البحرين مع التحديث المستمر الذي يشهده هذا القطاع ومنها التوسع في خدمات التكنولوجيا المالية لافتا سموه إلى أن الخدمات المالية تقع ضمن القطاعات ذات الأولوية انطلاقا من سعي المملكة المستمر نحو تنفيذ رؤيتها الاقتصادية 2030 والبناء على ما تم تحقيقه من نجاحات كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي في تقديم خدمات هذا القطاع كما أبدأ سموه اعتزازه بالقطاع المالي والمصرفي فيما أتاحه من فرص أمام أبناء مملكة البحرين للعمل في هذا القطاع والوصول إلى مناصب قيادية فيه وتمنيا سموه لأعمال بنك الخليج الدولي كل توفيق ونجاح من جانبهم أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك الخليج الدولي عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وما يبديه سموه من اهتمام في تطوير القطاع المالي والمصرفي وما توليه مملكة البحرين من اهتمام ودعم لهذا القطاع